مختصر الأخبار أهلا بكم نستهل مختصرنا بمسجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا لهذا ليهم فقد سجلت 1164 حالة مؤكدة الإصابة و1346 حالة تعافي و33 حالة وفاة استعرض المجلس الحكومي المنعقد اليوم برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة تفاصيل المناصر الرقمية للمراكز الجهوي للاستثمار وسجل السيد رئيس الحكومة أن ورش إصلاح المراكز الجهوي للاستثمار قد بدأت تظهر آثاره الإيجابية رغم قصر المدة الزمانية لإطلاقه حيث تبرز المؤشرات ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار التي تواكبها هذه المراكز بنسبة تقارب 50% مقارنة بين سنتي 2019 و2020 كما تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار من أكثر من 100 يوم إلى أقل من شهر واحد في بلغ لرئاسة الحكومة اليوم نفت فيه خبرا متدولا ببعض المنابر الإعلامية على رفض التأشير على ترقية الموظفين وأكدت في البلغ ذاته أن القطاعات الوزارية ستشرع في معالجة الترقية بعد تجميدها سنة 2020 بسبب الجائحة وزارة الاقتصاد والمالي وإصلاح الإدارة أعلنت عن تنظيم مباريات موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة في عدد من القطاعات الوزارية يصل عددهم لـ 400 وذلك ابتداء من يوم الاثنين 22 فبراير المقبل بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة وبمركز التعاون الوطني قررت وزارة الشغل والإدماج المهني حلت عضودي الوطنية للفنانين فبمجب القرار المشارك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالي وإصلاح الإدارة الصادر في 14 يناير الجهري تم إسناد سلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاودية الوطنية للفنانين إلى أربعة متصرفين مؤقتين يعهد إلى كل واحد فيما يخصه بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاث أشهر والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاودية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمخرطين ودويهم بشكل عادي نهاية مختصر إلى اللقاء